قدم حضور جلسة مجلس النواب أعلن الصدريون مقاطعة جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية الاثنين المقبل إلى أجل غير مسمى وذلك قبل 48 ساعة من موعد الجلسة في المضمون ارتبكت حسابات حلفاء التيار من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الجامعي لتقدم عزم بزعامة خميس الخنجر فأولى ثمار التحالف الذي قدم نفسه منضويا في خيار تأليف حكومة الأغلبية كان انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب لكن حسابات الأرقام لم تكن كافية والصدر الذي جمد التفاوض السياسي لفريقه استبقه بتوجيه عدم التصويت لمرشح لمنصب رئيس الجمهورية لا تنطبق عليه الشروط وذلك لم يكن سوى المرشح الحليف هوشير زيباري لكن ثم تما يتسرب عن أسباب وحيثيات اتخاذ قرار المقاطعة ويربطه بإصرار التيار الصدري على المضي قدما نحو اختياري رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة مكلف رئاستها بالسيناريو نفسه لانتخاب محمد الحلبوسي وهو ما دفع حلفاءه لأن يطلبوا التريث وعدم المضي قدما في سياسة الأمر الواقع أقل من 48 ساعة تفصل عن جلسة انتخاب الرئيس دستوريا قد يجري اللجوء إلى تكييف قانوني يسمح للقوى السياسية بأن تتفاوض للتوصل إلى نتيجة أو تمدد الجلسة بتركها مفتوحة قوى الإطار التنسيقي قد تلجأ هي الأخرى إلى مقاطعة الجلسة لاعتبارات إصرارها على دور القوى الشيعية بدخولها في تفاهم جامع لا يستبعد التيار الصدري مقاطعة قد تكون خيار حلفاء الصدريين أيضا في عزم وتقدم ما يترك الباب مواربا ويعيد الحرارة إلى الاتصالات بين بغداد وأربيل والحنانة في النجف اتصالات مألوفة في المشهد العراقي واتفاقات ربع الساعة الأخير غالبا ما تكون حاسمة في خيارات القوى السياسية عبدالله بدران بغداد الميادين